فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير أخونا الله يبارك فيه بيسأل سؤال مهم يقول إن الزوجة عليها أيام من رمضان اللي فات فهل تطعم ولا تدفع يا جماعة إحنا شغلين نفسنا على طول ندفع 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 اللي هو بالقيمة بالفلوس فلوس فلوس وربنا تبارك وتعالى في القرآن لم يذكر فلوسا ولم يذكر مالا ولم يذكر درهما ولا دينارا مع وجود الدرهم والدينار أيام نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام لكن مثلا في كفارة اليمين قال فكفارته إطعام عشرة مساكين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وفي قصة الصيام والحجد وأصحاب الأعذار قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين طعام مسكين لا ذكر درهم ولا ذكر دينار ولا ذكر الفلوس ولا شيء من هذا القبيل فاللي عليها إطعام زي الحامل أو المرضع أو الست الكبير أو الشيخ الكبير اللي هم لا يستطيعوا الصيام أو أصحاب الأمراض المزمنة الذين يشق عليهم الصوم كل هؤلاء يطعموا عن كل يوم مسكين طعام وليس فلوس الفلوس إمتى تكون مشروعة لو أنا هاوكل حد يطعم عني فأعطيه الفلوس وهو يطعم زي الجمعيات مثلا كده نعطي الجمعية الفلوس قيمة الوجبة وهم يعملوا الوجبات ويوصلوها إلى الفقراء أما إذا كان مني للفقير فما فيش ذكر للفلوس ولا الدراهم ولا الدنانير إنما أقدم طعاما كما نص القرآن على ذلك الإطعام وقد ورد الإطعام في شأن الحامل والمرضع إن عجزت عن القضاء بعد رمضان قال ابن عباس وابن عمر تطعم عن كل يوم مسكين وابن عمر وابن عباس لم يذكر درهما ولم يذكر دينارا رضي الله عنهم أجمعين والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول هل صلاة التراويح فرد ولو ما صلتهاش صيامي مش يقبل لإني شغاله وبصراحة الشغل بتاعي بيكون دائما بعد الفطار على طول طول الليل في رمضان فلن أستطيع أن أصلي التراويح طيب أقول للأخ السائل لا صلاة التراويح ليست فريضة ولا واجبة إنما صلاة التراويح نافلة تطوع سنة سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وقيام الليل اللي هو الاسم الأعم أو صلاة الليل الاسم الأعم اللي بتدخل في صلاة التراويح إنما هو تطوع ونافلة قال ومن الليل فتهجد فتهجد به نافلة لك يعني الليل نتهجد ونتخذ منه النافلة وليست للفريضة فالشاهد إنه الفرد في الصلوات هي الصلوات الخمس وما زاد عن الصلوات الخمس يندرج تحت باب التطوع وربما بعض أهل العلم يعتبر الوطرة أيضا من الواجبات لكن ما سوى ذلك إنما هي صلوات تطوع وليست صلوات فرائد أو واجبات ومنها صلاة التراويح أخونا صاحب العذر بيشتغل من الليل دائما إذا كنت لا تستطيع أن تؤجز ولو بعض أيام في رمضان تصيب خيرا بصلاة التراويح مع الإمام في المسجد أو حتى في بيتك فلتتابع العذر عليك الذي لا تستطيع منه فكاكا والشغل يمقيد حركتك في هذا قراص لا بأس عفى الله عنك لكن حاول أن تعود نفسك تعود نفسك ولو بركعتين بعد العشاء يعني صلي العشاء الفريضة وصلي ركعتين يا سيد بعد العشاء من صلاة التطوع من صلاة الليل وأوتر ولو بركعتين واحدة ثم عود نفسك عن الأجل اللي هيفوتك من ترك صلاة التراويح بأنك طول ما انت في شغلك سبح استغفر صلي على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اشغل نفسك بذكر الله بالقرآن بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو أنت شغال على مكينة يا أخي شغال على المكينة وأنت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهي خير من الدنيا وما عليها وهي أحب الكلام إلى الله عز وجل وانت شغال يا أخي في الحراسة ولا الأمن ولا غيره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فهما كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي أخي على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة أنت إذا فعلت هذا ربما عوضك هذا عن أجل قيام الترويح أو صلاة الترويح إن شاء الله عز وجل في رمضان نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يعينك على شيء من الطاعة والعبادة والاجتهاد في رمضان وأن يتقبل هذا مننا ومنك إن شاء الله إنه ولي ذلك والقادر علي وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا يسأل يقول كم المدة بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء في رمضان حيث أنها يحدث بسببها خلاف في المسجد يا أخي الحبيب المدة المسنونة ما بين الأذان والإقامة في رمضان أو في غير رمضان هي بمقدار أن يصلي الإمام والمؤذن ركعتي السنة أو ركعتي النافلة القبلية يعني المؤذن أذن فقام الإمام وقام المؤذن وصلي ركعتين نافلة إذا صلى الإمام وانتهى من صلاته وصلى المؤذن وانتهى من ركعتين حان وقت إقامة الصلاة بصرف النظر عن المصلين أخبرهم في بعض المصلين جاي متأخر ويدس نفسه في الصف الأول ولا في الصف الثاني والله أكبر يصلي تحية المسجد أو السنة القبلية لأي وقت من أوقات الصلاة كالظهر مثلا طيب يا أخي الحبيب أنت بهذا يعني تؤثر على جماعة الناس على جماعة الإمام لكن الضابط مش اللوحة المحطوطة على جنب المحراب أو إلى جوار المنبر أنه تلت ساعة في الفجر وتلت ساعة في العشاء وبعدين عشر دايق في المغرب وبعد الربع ساعة في الظهر والعصر دي مش المقاد إنما الضابط والمقاد دي يمكن ربما هذه يعني توقف خلافات الناس ومشاكل الناس يلا أقيمه والتاني يقول له استعجلت ليه وبعض الناس يأتي وهو في ذهنه إنه عنده وظيفة غير وظيفة أنه يصلي يا أخي الحبيب أنا أدخل المسجد أنا أكون مأموما أنا مصليا لا علاقة لي بإدارة المسجد ولا أقم الصلاة ولا أقفل المكيف ولا افتح الشباك ولا شغل المروحة دي شغل الإمام وشغل المؤذن المسؤولين عن إدارة المسجد أنت جاي تصلي فقط اشغل نفسك بصلاتك وحتى توقام الصلاة اشغل نفسك بقراءة القرآن ولا بالذكر ولا بالاستغفار ولا بالدعاء فهو من أوقات الإجابة لكن الضابط من غير اللوحة المحطوطة دي بمواقيت إقامة الصلاة الضابط أن يصلي الإمام ركعتي السنة وأن يصلي المؤذن أيضا ركعتي السنة فإذا انتهى الإمام والمؤذن من ركعتيهما أقاما الصلاة ونحن لهم تبع والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا يسأل يقول هل خروج الدم من اللثة يفطر في رمضان يا أخي الكريم أنت تقول خروج الدم السؤال بهذا السياق يعني مش في محله إنما ربما قصدك ابتلاع دم خرج من اللثة ابتلاعه ما يصحش ابتلاعه أثناء الصيام لا يجوز لا يصح لأنه يخشى عليه من فساد الصوم لقول أمنا عائشة رضي الله عنها إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج والدم إذا ابتلعه الإنسان فإنما هو شيء دخل من الفم إلى الجوف فيخشى على الصيام منه إنما مجرد خروج الدم من اللثة وتجشيف مثلا مسك المنديل وجففه أو تمضمد وأخرج الماء الذي تمضمد به لإزالة هذا الدم فإن هذا لا يؤثر في الصيام والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول أنا أعمل في شركة والشركة اعتادت سنويا أن تعطينا في أوائي الرمضان كرتونة رمضان فهل يجوز أن أخرج من هذه الكرتونة زكاة الفطري طبعا يجوز إذا كانت هذه الكرتونة متضمنة للأطعمة والحبوب التي يجوز إخراجها في زكاة الفطر يعني مثلا هنفرض أن الكرتونة فيها البلح البلح لا يخرج في زكاة الفطري في بلادنا لأنه ليس طعاما وإن ورد به النص افرض فيها سبيل ما بيخرج برضو في زكاة الفطر في بلادنا لأن الزبيب والتمر ليس قوتا من أقوات أهل البلد عندنا طيب افرض فيها زيت أو سمنة فالزيت والسمن أيضا ليسوا من القوت الذي يقتات به أو يقتات به الناس في بلادنا إنما إنما افرض فيها دقيق يخرج لو إحنا في الأرياف والناس لها حاجة في الدقيق يخرج في زكاة الفطر طيب افرض أن فيها رز يخرج والحمد لله فيها مكارونة تخرج والحمد لله افرض أن فيها لوبيا وعدس وفول كل هذه الحبوب أقوات من أقوات الناس فتخرج في الزكاة الفطر يجوز يعني إخراجها وتوجز في زكاة الفطر فإذا كانت الكارتونة متضمنة هذه الحبوب التي يقتات بها الناس فأخرج برحتك لأنها الكارتونة أصبحت ملكك من ساعة استلمتها من الشركة وأصبحت الأطعمة حق لك فتخرج منها أو تأكلها أنت بالخيار فإن أخرجت منها زكاة الفطر أجزاءتك ولله الحمد أما بقية أصنافها كالسمن والزيت والسكر والتمر والزبيب فإن هذه جميعا لا تجزئ في زكاة الفطر والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد طيب أخونا السائل يقول هل ممكن أخرج زكاة المال في شنطة رمضان أوائل الشهر آه يا جماعة يا إخوة يا أمة الإسلام نحن لا نريد أن نكون مغيرين ولا مبدلين في شرع ربنا زكاة المال شرعها الله مالا وزكاة الفطر شرعها رسول الله طعاما حبوبا فييجي بعض الناس غويين التغيير والتبديل ومتأثرين بكلام لبعض المشايخ اللي دايما يذكروا القيمة الفلوس 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 بحجة أن الفلوس أنفع للفقير أنفع فيه؟ ما أنا بقدل самые وفرت عليه حتى مشوار السوق أنه يشتري الطعام أنا جبتله الرز اللي هياخد الفلوس يشتريه عشان يشتريه ولا جبتله الدقيق اللي هياخد الفلوس عشان يشتري الدقيق فأنا وفرت عليه طيب ماهو الفقير محتاج يدفع الإيجار ويدفع كهرباء ويدفع ميا ويدفع آه يجيب لبس العيد لأولاده طيب ماهو الفقير رحاله زكاة المال ورحل زكاة الذهب ورحل زكاة عروض التجارة ورحل الصدقات العامة مش كل ده ريح للفقير ما هو ربنا سبحانه وتعالى أنا يعلم من خلق قل أأنتم أعلم أم الله ربنا سبحانه وتعالى أعلم بما الخلق يعلم إن حاجيات الفقير إلى الأطعمة والقوت وحاجياته أيضا إلى المال والنقود فشرع له زكاة المال مالا والصدقات مالا وزكاة عروض التجارة مالا وزكاة الذهب والفضة مالا وعشان محتاج القوت شرع له زكاة الفطر قوتا فأحنا مش عايزين نيجي مغيرين ومبدلين فنخلي زكاة المال شمتة رمضان ونيجي آخر شهر آخر الشهر في رمضان نخلي زكاة الفطر اللي هي أصلا طعام وحبوب نقوم نطلحها فلوس للفقير بحجة إنه بعض الشيوخ قالوا يجوز لا أبدا لا نكون مغيرين أيها السادة ولا مبدلين الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم كن وقافا عند هدي الله وعند هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف زكاة المال بتطلع في الشرع إيه مالي بأمان طيب زكاة الفطر بتطلع في الشرع إيه طعام وحبوب تبقى طعام وحبوب ولا تخلط بينهما فلا تجعل زكاة المالي حبوبا ولا تجعل زكاة الفطر مالا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل بارك الله فيه يقول ما حكم صلاة العيد صلاة العيد ليست من الفرائد مش من الصلوات الخمسة عندنا المفروضة صبح ظهر عصر مغرب وإيش بقية الصلوات زي صلاة العيد زي صلاة الترويح قيام الليل زي صلاة الضحى زي صلاة الجنازة مثلا صلاة الخسوف صلاة الكسوف كل هذه الصلوات نوافل وتطوعات وكذلك الصلاة العيد عند الجمهور صنة مؤكدة صحيح أنا معاك أن في بعض من أهل العلم ذهب إلى أنها واجبة لكن جمهور أهل العلم على أن صلاة العيد من جنس صلاة التطوع ومن جنس صلاة النوافل هذا قول الجمهور والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول ما حكم خروج النساء لصلاة العيد شوف الأصل مشروعية خروج النساء حتى الحيض والحوامل والمرضعات والنفساء وذوات الخدور والآنسات والبنات الصغيرات كل دول يستحب خروجهم لمصل العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين سواء منهم اللي هتصلي أو منهم اللي مش بتصلي بسبب وجود العزر كالحيض والنفاس إنما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه كل هؤلاء يخرجوا في عهده عليه الصلاة والسلام ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وكلنا فكرين حديث عبد الله بن عباس إنه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما خطب في الرجال جاء إلى مؤخرة المصلة فخطب في النساء ووعظهن وأمرهن ونهاهن عليه صلوات الله وسلامه هذا هو الأصل لكن إذا خرج النساء إلى المسجد أو إلى مصلة العيد فليخرجن تفيلات يعني يخرجن محجبات غير متزينات غير متبرجات خل بل حضرتك هفاجأك السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء من بعده لمنعهن المساجد طيب فكيف إذا رأت أم المؤمنين عائشة ما نره في مصليات العيد مئات مئات آلاف من النساء والفتيات كأنهن عرائس في ليلة الزفاف بسبب الملابس والزينة والعطور والمكياج والتبرج والسفور كل ده وخارجة صلى العيد يجوز والله لا يجوز لا يجوز تخرج بهذا الصورة أبداً ولا تخرج من بيتها إلا تفلة يعني محجبة بحجب كامل غير متطيبة ولا متعطرة ولا متبرجة هذا هو الأصل الذي ينبغي أن تحفظ عليه بناتنا وأخواتنا ونساؤنا حتى يكوننا مأجورات ولا يكوننا مأزورات يعني إيه؟ يعني اللي تخرج تفلة غير متبرجة ولا متعطرة ولا متزينة هذه إن شاء الله عز وجل ترجع مأجورة أما التي تخرج متبرجة أو متزينة أو متعطرة فإنما يرجعن مأزورات غير مأجورات حتى وإن صلوا العيد وحضروا خطبة الإمام والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أيها الأحبة الكرام للأسف وقت حلقتنا قد انتهى صعي عند بقية أسئلة لحضراتكم لم يتم الإجابة عليها لكن نعتذر إلى حضراتكم لضيق الوقت وانتهائه ونسأل الله عز وجل أن يجعل فيما ذكرناه فائدة وكفاية إنه ولي ذلك والقادر عليه أشكركم على حسن المتابعة وأشكر إخواننا وأبنائنا فريق العمل جزاهم الله عننا وعنكم خير الجزاء وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب لكم مني أفضل تحية فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 أهلا بك محمد عبده ورسوله أما بعد أيها الأحبة الكرام فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي وردت إلينا عبر صفحة القناة أختنا السائلة تقول ما حكم من جاء عليها رمضان وهي لم تقضي الصيام الذي عليها سابقا هل يلزمها مع القضاء كفارة طبعا هذا الأمر أيها الأحبة الكرام مما عمت به البالوة يعني إيه مما عمت به البالوة يعني إذام السؤال الأخت دي فقط دي سؤال كثير من الفتيات وكثير من أخواتنا النساء اللي تفطر في رمضان السابق بسبب الحض وربما أفطر بسبب النفاس أو الحمل أو رضاعة وبعدين تهمل في القضاء حتى يأتي عليها رمضان الذي بعده وهي لم تقضي عدة ما عليها من رمضان السابق قلت في حلقة سابقة لتحذر فتياتنا وبناتنا وأخواتنا من هذا الأمر إنه أمر الإهمال والتسويف في قضاء دين الله عز وجل في الصيام النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقضوا الله فالله أحق بالقضاء دين الله أولى بالقضاء ولتعلم فتياتنا وبناتنا وأخواتنا إنه رمضانها السابق اللي فطرت فيه عدة أيام ما زال ناقصا عدة الأيام عند الله عز وجل يعني لم يكتمل رمضانها السابق فمتى بعد أن مر عام أو عامين حتكمل رمضاناتك السابقة امتى يعني منتظر الحد امتى حتى يوفيك الأجل ويبقى هذا دين معلق في رقابتك تحاسبين عليه عند الله عز وجل أهذا يرضيك أنت يعني تستهنين بهذه المحاسبة لو أن الله قضى عليك الأجل وفي رقابتك وعنقك رمضانات لم تكتمل بعد لتنهض بناتنا وأخواتنا ويستعين بالله عز وجل ويبادر بقضاء ما عليهن من عدة الأيام التي أفطروها طيب خلاص جاي مولانا عليها رمضان وهي لم تقضي بعد ماذا عليها عليها أولا التوبة توبة من الإهمال والتسويف التوبة يعني يا مولانا التوبة يعني الندم على ما وقع منها من إهمال أو تسويف لخضاء الأيام التي أفطرت الأمر الثاني عزم أكيد على عدم تكرار هذا الإهمال في أي دين يخص ربنا مرة أخرى الأمر الثالث كثرة الاستغفار والعمل الصالح الأمر الرابع قضاء الدين يعني بعد رمضان تقضي هذه الأيام فورا ولا تعود مرة أخرى للإهمال ولا التسويف طيب هتقضي إن شاء الله يا مولانا اليوم بيوم هل عليها كفارة يقصد هل عليها فدية هل مع الصيام إطعام بعض أهل العلم يقولون مع صيامها الإطعام يعني تقضي وتطعم وده مذهب الإمام الشافعي وعنده شوية تفصيل وده مذهب الإمام مالك وبرضو عنده شوية تفصيل الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى وعليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى لكن أنا أقول المختار مما سمعت من مشايخنا وعلمائنا المحققين أنه يلزمها التوبة والتوبة أشد وأعظم من الفدية والإطعام والكفار الناس فكر أنه إرضاء ربنا يعني بإرشين سواء وجبة يطلعوها ولا إرشين يدفعوهم لجمعية يطعموا عنهم ليس هذا إرضاء لله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هو الغني عن جميع خلقه تبارك وتعالى فالمسألة مش مسألة إرضاء بوجبة ولا إرضاء بإرشين إنما المسألة أن التوبة بسبب الإهمال والتسويف أشد وأعظم عند الله عز وجل قدرا من مسألة الفدية أو الإطعام أو الكفار زي ما بيسموه فيلزمها مع القضاء اللي هتقضي فترة خمسة هتقضي خمسة فترة عشرة هتقضي عشرة أيام صيام بعد رمضان مع الصيام ده التوبة إلى الله عز وجل كما ذكرت بتفصيلها توبة تقلع فيها إلى الأبد عن هذا الإهمال عن حقوق الله عز وجل أو في حقوق الله تبارك وتعالى الندم على هذا الإهمال السابق الذي وقعت فيه العزم الأكيد على عدم العودة إلى هذا التسويف والإهمال مرة أخرى كثرت الاستغفار والعمل الصالح ثم القضاء إن شاء الله عز وجل بعد رمضان والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أقول السائل يقول لم أتمكن من إخراج زكاة الفطر العام الماضي لأنني كنت مشغولا فهل أخرجها الآن أم ماذا أفعل أخرجها الآن فورا ويلزمك لأنك أنت تركت عفوا أنت تركت أخي الحبيب إخراجها زكاة الفطر وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبو أبي سعيد الخضري وحديث عبد الله بن عباس التلاتة يقولون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان فرض فرض يعني زي فريضة الصلاة وزي فريضة الزكاة وزي فريضة الصيام وغيره فرض فأنت أهملت في فريضة بسبب إيه كنت مشغول يعني شغلتك دنياك عن دينك شغلك ضربك في الأسواق وعملك في البيع والشرة والتجارة ومعافاتك للنساء والأولاد والضيعات عن أن تقوم بفريضة الله عز وجل فهذا يلزمك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة النصوحة بالشروط والضوابط الذي ذكرتها منذ قليل العزم على عدم العودة لهذا الأمر مرة أخرى وندم على ما قد وقعت فيه من العدم إخراج فريضة ربنا تبارك وتعالى ثم كثرت الاستغفار والعمل الصالح ثم إخراج دين ربنا فوراً أخر الزكاة فطرك الماضية اللي تركت بسبب الانشغال فوراً إبراءاً للذمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في حال العذر يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك كنت ناسي أول ما افتكر أطلع فوراً أصلي فوراً إنما أسوف تاني على التسويف السابق هذا خطر وخطأ نسأل الله أن يتوب علينا وعليك فأخر الزكاة فطرك أخي الكريم عن العام الماضي فوراً مع الندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح ورتب نفسك من الآن أن تكون ذاكراً نشيطاً مقبلاً على أداء زكاة الفطر هذا العام إن شاء الله عز وجل في موعدها الشرعي قبل العيد بيوم أو يومين والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول هل عيد الفطر يوم واحد أم أنه ثلاثة لا طبعاً عيد الفطر يوم واحد وعيد الأضحى أربعة أيام يوم النح وثلاثة أيام التشريق بعده هذه عيدنا قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام عيدنا أهل الإسلام أما يوم الفطر فهو عيد الفطري فهو يوم واحد اللي هو يوم أول شوال اللي هو ساعد ما بنصلي صلاة العيد والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول سمعت أن الصائم عند فطره يفطر على عدد فردي من التمر يعني ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة فهل هذا أمر واجب؟ بارك الله فيك هذا الإفطار على وطر من التمر من البلح وطر يعني واحد ولا ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة وانت ماشي كده هذا الأمر على سبيل السنية والاستحباب وليس على سبيل الفرض والوجوب يعني افرض واحد أفطر على تمرتين أجثأ لكن فاته أجر الوتري في التمر المستحب المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام طب واحد فطر على أربعة على ستة على تمانين خلاص أجزائك ما أفطرت عليه لكن أنت لم تصب السنة وبالتالي فاتك أجر إعمال وتفعيل سنة الوتري في التمر المأثورة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم تمرا فليوتر يوتر يعني يأكل العدد فردي وطر فالله تعالى وطر يحب الوترة من الطرائف قديما طبعا أيام كنا شباب في العشرين من أعمارنا يعني الكلام ده من خمسين سنة وربما تزيد طبعا ما حدش يحسب بقى عمري بقى كده أنا قلت من عشرين سنة في العشرينات ومن خمسين سنة يبقى كده جمع خمسين وعشرين بلاش الحزبة دي يطالنا يكرمكم إنما يعني من هذا التوقيت من خمسين سنة كان فيه شباب مبتدئي التزام حديث عهد بالتزام وبعدين يعني شغوفين لتتبع سنن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجز وربنا تبارك وتعالى في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وإن تطيعوه تهتدوا الآية وده شعار قناة الندى بالمناسبة ترفع هذا الشعار في وجه أهل المحدثات والبدع وإن تطيعوه يعني النبي عليه الصلاة والسلام تهتدوا ده المصدر الأساسي للهداية وإرضاء الله تبارك وتعالى وحسن عبوديته فشاهد بأنه هؤلاء الشباب اللي هم حدثاء عهد بالتزام وقع بين أيديهم هذا الحديث إذا أكل أحدكم تمرا فليوتر فجلسين مع أصحابهم وقدم لهم تمرا وحليبا فأكل ثلاثة وقام بيصلي ركعة وتر أو ثلاثة إيه يا ابني اللي بتعمله ده قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام إيه هو حديث النبي إذا أكل أحدكم تمرا فليوتر فوظن يوتر يعني يقوم يصلي وتر بعد ما يأكل التمر لا طبعا المقصودة مش كده طبعا وده كان نتيجة طبعا التعدل في طلب العلمي وعدم الجلوس تحت أقدام المشايخ وعند ركب المشايخ اللي هو يتعلم من أفواه الشيخ مش من الكتاب فهؤلاء كانوا صحفيون كانوا صحفيين يعني بيقرأوا الصحف والكتب يعني الكلام ده فدون أن يعتادوا على شروح أهل العلم وكلام أهل العلم وبالتالي وقعوا في هذا الأمر الطريف أنه بعد ما يأكل تمر ولا ثلاثة ولا خمسة يوم يصلي ركع تويتر ولا ثلاثة ولا خمسة ولا ما شابه ذلك والأمر ليس كذلك إنما أراد النبي الوطرة في العدد عليه الصلاة والسلام وهذا كما ذكرت ليس على سبيل الفرض والوجوب إنما على سبيل السنية والاستحباب عليه صلوات الله وسلامه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أقول السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول زوجتي عليها دين من رمضان السابق بسبب أنها كانت حامل صعب عليها الصوم والآن هي نافس يعني نفساء فهل تطعم عن هذه الأيام أو أنه يجب عليها القضاء بعد رمضان إحنا كنا من لحظات بنتكلم على الأخوات اللي بيهملوا في قضاء ما عليهم من عدة الأيام التي أفطروها في رمضان سابقا أو رمضانات سابقة إما بسبب الحيد وإما بسبب الحمل وإما بسبب الرضاعة وإما بسبب النفاس فأنا بس عايز أقول مبدأين المبدأ الأولاني إنه إذا كان الفطر إذا كانت الفتاة ولا المرأة أفطرت بسبب الحيد أو بسبب النفاس فإن الواجب عليها قولا واحدا هو القضاء يعني تصوم عدة نفس الأيام التي أفطرتها بعد رمضان إذا صمتها بعد رمضان مباشرة أو خلال من رمضان إلى رمضان اللي بعده خير وبركة أجزاءت أما إذا فوتت رمضان الذي بعده فيلزمها مع القضاء التوبة والندم وكثرت الاستغفار والعمل الصالح أما الحامل أو المرضع يعني إذا الحامل أفطرت بسبب إرهاق الحمل وإذا المرضع أفطرت بسبب إرهاق الرضاعة لها أو تأثر الرضيع سلبا بصيامها فإن الحامل والمرضع في شأنهما وردت أقوال متعددة لأهل العلم أشهرها وأقواها وأقربها للدليل الشرعي قولا القول الأول قول الجمهور وهو إلزامها بالقضاء والقول الثاني هو قول ابن عباس وعبد الله بن عمر وهو إلزامها بالإطعام الجمهور ألزموها بالقضاء لأنهم ألحقوها بالمريض لمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فقالوا الحامل زي المريض يبقى إن أفطرت الحامل بسبب حملها أو المرضع بسبب رضاعتها يبقى تقضي عدة ما أفطرته بعد رمضان إن شاء الله عز وجل أما فتوى ابن عباس وابن عمر وحديثهما صحيح فإنهما ألزماها بالإطعام قال والشيخ والشيخة يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة وكذلك الحامل والمرضع إن أفطرت أطعمت هكذا وردت الفتوى عن ابن عباس وابن عمر القول المختار عند المحققين من أهل العلم في هذه المسألة والجمع ما بين قول الجمهور بوجوب القضاء وقول ابن عباس وابن عمر بمشروعية الإطعام إيه الجمع ذا؟ جمعوا إزاي؟ قالوا الحامل والمرضع لما تفطر في رمضان يجي بعد رمضان معها فترة طويلة 11 شهر كاملة من رمضان إلى الرمضان الذي بعده فإنها لو نوت القضاء في هذه المدة الطويلة في 11 شهر يعني خمسة وخمسين أسبوع لا يرهقها حتى لو هتصوم كل أسبوعين يوم واحد كل خمستاشر يوم يوم هتستطيع قضاء ما أفطرت حتى لو كانت أفطرت الشهر كله وبالتالي قالوا إن قضت فالقضاء إن استطعت القضاء فالقضاء في حقها أولى وأفضل لأن الله تعالى يقول وأنت صوموا خير لكم أما إن عجزت أيضا بعد رمضان عن القضاء بسبب العذر مازال مستمر كانت حامل أصبحت مرضع وكانت مرضع بعد كده دخلت في حملة تانية جديد يبقى إذا تتابع العذر عليها فعجزت عن القضاء فإنها في هذه الحالة ليس بديلا عن القضاء إلا أن تطعم عن كل يوم مسكينة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أيها الأحبة الكرام نسأذن حضراتكم في فاصل قصير سنعود بعده إن شاء الله عز وجل فانتظرونا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون